بخلاف الصفر والكواليس الصفر والطيارة وقايمة الفريق والتشكيلة الأساسية شايف إن فيه ألأ في اختيار الحكام اللي بتدير مباريات دور الأبطال في الجولة الخامسة والجولة اللي جاية والألأ ده ألأ صحي ليه ألأ صحي؟ كل حكام النخبة وحكام الصف الأول والحكام البروفيشنال في الاتحاد الإفريقي في قايمة الحكام مش موجودين ومش متاحين دلوقتي لأن فيه معسكر هيتنظم في الأيام اللي جاية في أسيا معسكر لكل الحكام المرشحة لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عشرين سبتة وعشرين والمعسكر ده هيستمر لغاية واحد مارس لغاية يوم واحد مارس وبالتالي فكرة إنك تشوف حكام النخبة أو الحكام البروفيشنال اللي هيكونوا موجودين في المباراة دي مش هتلاقي عشان كده من ثلاثة أربعة يام لما أعلنت عن حكام مباراة الأهل ومديامة الناس كلها تفجئت حكام جابوني مش من حكام الصفوة حكم في كاس الأمم كان دايماً كل المباراة حكم رابع ما قدرش غير مباراة واحدة ورجع بعد الدور الأول فالناس قلنا طبعاً تقنية الفار مش موجودة في دور المجموعات فالناس متخوفة طيب ربنا يكرمنا ونعد الماتش ده على خير أنا أتمنى نرجع بأي نتيجة إيجابية تعادل مكسب بيبقى حلوة قوي ولكن مهم جداً نرجع بنتيجة إيجابية لأن الجولة الأخيرة هتبقى يوم الجمعة واحد مارس في توقيت واحد هنلعب مع يانجا أفريكنز في الصادق قاهرة الساعة 6 وبلوزدادة هيصطديف ميديامة الغاني في ملعب خمسة جوليا في الجزار أيضاً الساعة 6 طاقم تحكيم مباراة الأهل وينجا أفريكنز يعني غالباً بنسبة كبيرة حكم مش من حكام النغبة وحكم مش من حكام الصفوة وحكم حسب ما وصل لي أدار قبل كده للأهل مباراة مع ساندونز بس هل مباراة الأهل وساندونز اللي كانت في الدور الإفريقي ولا في دور الأبطال أنا يعني على يوم السبت إن شاء الله ما بدأت الأسبوع هيكون معايا اسم الطاقم أو أسماء الحكام في الطاقم هذه المباراة ولكن المعلومات اللي جات لي أن كل الحكام المتميزين اللي كانوا في كاس الأمم واللي هم النغبة الإليت أي أو البروفيشنال كلهم موجودين في معسكر في أسيا بيتنظم من خلال الفيف عشان كاسل على هيبقى في محمد معروف وهايبقى في أمين عمر وهايبقى في مصطفى غربال وهايبقى في كل الحكام اللي هم البروفيشنال اللي موجودين في قايمة النغبة ولكن هل ممكن الحكم البنيني لويسا ديجندو اللي أدار مباراة الأهل وسانداون في الدور الإفريقي هو اللي يدير الجولة الأخيرة؟ يوم السبت هيكون عندي إجابة على هذا الكلام بمناسبة الحكام الأفرقى وأنا عارف الملف ده الجماهير دايما بتحب تهتم بتفاصيله جات لي معلومة إن في حكام من حكام النغبة خرجوا من قايمة البروفيشنال بعد كاس الأمم بيتعامل تصنيف من جديد للحكام الأفرقى معلوماتي إن فيه اتنين خرجوا من قايمة البروفيشنال من الأسيوبي بملكة سيمة والموريشيوس الحكم أحمد امتياز هيرال الحكم الرابع اللي كان موجود في مباراة مصر والكونغة ديمقراطية الحكم الموريشيوس أحمد امتياز هيرال حسب المعلومات اللي وصلت للإتنين دول خرجوا من قايمة البروفيشنال ومش هيكونوا ضمن الحكام المحترفين وهيتم تصعيد مكانهم اتنين تانيين منهم حكم صومالي اسمه علي قرتان وعمر قرتان وفيه حكم آخر يعني برضا على يوم السابت إن شاء الله هحاول أعرف باقي التفاصيل ولكن فيه اهتمام إعلامي مهم جدا من جانبنا لملف التحكيم الإفريقي لإعادة تصنيف الحكام الأفرقى مع ختام مباريات دور الأبطال وإحنا دخلين على مباريات الأدوار النهائية وبالتالي ده الشكل اللي موجود دلوقتي ولكن مباراة يوم الجمعة حكم جابوني المباراة الأخيلة مع يانجي أفريكنز حسب الكلام اللي وصل لي حكم بنيني كان أدار مباراة الأهل وصندونز ده اللي وصل لي فهل هو فعلا ولا ممكن يكون حكم تاني أدار مباراة كبيرة ما بين الأهل وصندونز في الفترة السابقة يوم السابتة يكون عندي إجابة رسمية ومعلنة ومؤكدة في هذا الشهر لكن حكام النخبة مش موجودين في الجولة الست لأن الجولة الست هتتزمن مع توقيت 1 مارس و2 مارس وده توقيت ختم معسكر الحكام الإليت إيه والبروفيشنل اللي راحين كاسعالم في الولايات المتحدة الأمريكية توقيت المعسكر جاي في توقيت رخم جدا احنا عندنا مباراة حاسمة في دور الأبطال ولكن هنشوف الكافة هتعامل ازاي مع هذا اللقاء دي كانت كل الأخبار المتعلقة برحلة الأهل إلى غانا حكام المباراة الإفريقية قيمة الفريق المعسكر الترتيبات التشكيلة والغيابات طيب ترجمة نانسي قنقر